بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتحدث في هذه المحاضرة عن النوع الثاني من أنواع الخبر المقبول من حيث كونه معمول به وغير معمول وهذا النوع هو ناسخ الحديث ومنسوخه ونبدأ بتعريف النسخ فنقول النسخ في اللغة له معنيان الإزالة ومنه نسخت الشمس الضلة أي أزالته والنقل ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه فكأن الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر أما اصطلاحا فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر أهمية هذا العلم وصعوبته وأشهر المبرزين فيه معرفة ناسخ الهديث من منسوخه فن مهم صعب فقد قال الزهري أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه وأشهر المبرزين فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله فقد كانت له فيه اليد الطولة والسابقة الأولى قال الإمام أحمد لإبن وارة وكان قد قدم من مصر فسأله كتبت كتب الشافعي قال لا قال له فردت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي بما يعرف الناسخ من المنسوخ يعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور الأمر الأول بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث بوريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة الأمر الثاني بقول صحابي كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنن أو الأمر الثالث بمعرفة التاريخ كحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم نسخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه فقد جاء في بعض طرق شداد أن ذلك كان زمن الفتح وأن ابن عباس صحبه في حجة الوداع الأمر الرابع بدلالة الإجماع كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال النووي دل الإجماع على نسخه والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ من أشهر المصنفات في ناسخ الحديث ومنسوخه كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الحازمي وكتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد وكتاب تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم